موسيقى سبعاً خير مرحب بكم جميعاً أهلاً وسهلاً فضلوا استريحوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيدات والسادة الحضور الكريم أهلاً ومرحباً بحضراتكم اسمحوا لي أن أبدأ حديث اليوم بأن أستعير بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي واصفاً فيه قارتنا الإفريقية قائلاً إفريقيا قسم من الوجود في شكله أشبه بالعنقود صحيح أن قارتنا الإفريقية أخذت الشكل العنقودية ولكنها أيضاً أخذت منه سر قوتها وهو ترابط حبات هذا العنقود ولعل هذا الترابط يتأكد ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشعوب بحيث يكون الشعب الإفريقي يداً واحدة تتكاتف كل بقدراته لتصبح قارتنا أعظم القارات ولعل جزءاً من ثمرة هذا الترابط هو هذا المؤتمر المؤتمر الطبي الإفريقي الأول أفريكا هيلث إكسكون والذي لا شك هو ترجمة حرفية للترابط والتكامل واستغلال قدرات العاملين في مجال الصحة بحيث يسهم بشكل كبير في ازدهار المجال داخل قارتنا ولم يقتصر ذلك الترابط على تكامل قدرات العاملين في المجال الطبي داخل القارة بل ارتبط ذلك بالشركات العالمية سواء التي لها استثمارات مباشرة داخل قارتنا الإفريقية أو حتى التي تنظر إلى هذه القارة بعين الشغف للتواجد والاستثمار فيها لذلك فما نحن فيه اليوم ليس مؤتمر طبياً فحسب بل هو نواه لمستقبل واعد في المجال الطبي داخل قارتنا العظيمة فقد أصبح بحق هذا المؤتمر هو البوابة الرئيسية لدخول المجال الطبي في القارة البكرة قارت إفريقيا وإن اختلفت اللغات أو حتى اللهجات تبقى دائماً الأهداف الإفريقية واحدة تبقى دائماً تبقى دائماً